احنا تكلمنا عن السوق العقاري بشكل عام في مدينة الشيخ زايد حريك تقول ايه؟ اي حد في مصر عنده رغبة انه هو يسكن في مكان فاخر بيختار بين حاجتين لا تجمع لا زايد طبعا مؤخرا بقت العاصمة فيه منافسة شديدة ومؤخرا لما العاصمة دخلت الناس حابة تروح العاصمة بس لما تشتغل ويبقى عليها ترافيك شوية لرغيب السكن الفاخر في غرب القاهرة شايف الناس متجهة في مدينة الشيخ زايد لشقة ولا فيلة يعني اكيد ده في لي مكياس كل الطيبس موجودة شرق موجودة تقريبا نصر الاحياء في زايد عبارة عن شرق سكنية والنصر الاخر عبارة عن اسكان فوق المتوسط اللي هو المباني الاراضي الانديفيديول او الاراضي الفردية والكمباونز المستوها راقي وفيه كمان منطقة ضخمة جدا المفروض تضم للشيخ زايد او نعتبرها تابعة الشيخ زايد هي منطقة الحزام الاخضر الحزام الاخضر قرار تبعيته كان تبع 6 اكتوربر ولكن امبرح فقط صدر قرار جديد بنقل تبعية كل الحزام الاخضر الى الشيخ زايد وبالتالي الارتفاعات في الحزام الاخضر محدودة جدا احنا عندنا ادفاع ارضي واول فده بيقول ان المباني اللي هتقام هتكون عالية المستوى مباني فاخرة اميال ما تكون للفلات لان هي بتقام على نسبة مباني 15% فقط من اجمالي مسطح الارض ف15% نسبة وارتفاع ارضي واول 6 متر فبالتالي احنا راحين لفلات فهتظل الشيخ زايد مرتفعة المستوى مازال منطقة الحزام الاخضر لسه المرافق فيها مش جاهزة بس الدولة اعتمدت ميزانية فرورية لانشاء المرافق في خلال سنتين جايين هل نقدر نستخدم التمويل العقاري؟ لا تمويل العقاري لغاية النهاردة تمويل العقاري لغاية النهاردة لا يمول الا الوحدات القائمة التي لا يوجد عليها اي مخالفات ومكتملة المرافق فمنطقة الحزام لا مش هتدخل تمويل دلوقتي طيب خليني ارجع مع حضرتك امتى الحزام الاخضر هيبقى جاهز؟ جاهز كمرافق او لا جاهز كسكن؟ كمشروعات وسكن ومدينة لا هو اريدي احنا انطلع عندنا في منطقة الحزام الاخضر عدد كبير جدا في 2021 من القرارات الوزرية فالمخطط العام اكتمل اعتمد تم تعديله مرة واعتمد مرة تانية وبالفعل في شركات كثيرة جدا قامت باستخراج القرارات الوزرية والترخيص وبدئين فاعتقد ان خلال سنتين تلاتة هنشوف شكل مختلف لمنطقة الحزام الاخضر لمنطقة الحزام الاخضر طيب نقدر نقول ان منطقة الحزام الاخضر دي زايد الجديدة هتأثر على مدينة زايد والاسعار اللي موجودة فيها ممكن لاسعار تقل شوي لا بصوا حتيك مفيش اسعار تقل انا بفكر بدماغ العميل لا لا مفيش اسعار تقل بالعكس هي كمان محور دهشور فيه كم مولات تجارية اتعامل علي فاصبح اي حد ساكن في زايد النهاردة خرجاته متوفرة بالعكس سكان القاهرة والمهندسين والدقي والهرم بيجوا كمان يخرجوا في زايد وفي المولات اللي اتعاملت فلا انا شايف ان هي هتؤثر بالاجاب اسعارها ترتفع اكتر واكتر او على الاقل هتكون منطقة جاذبة ومتزنة من حيث رغبة الشراء فيها يعني زي ما حريك بتقول المولات يعني شايف الخدمات دي ازاي بتأثر على اسعار المنطقة اللي موجودة فيها حضرتك هي بتؤثر بالاجاب على زيادة الاسعار وبتؤثر بالسلب حاجة بسيطة جدا على العقارات الملاصقة لها وخصوصا في الباكيارد بتاعتها احنا عندنا المولات كلها بتطل على وصل الدهشور اللي تظلم قوي بصراحة الفلات اللي ظهرها مباشرة دي اللي تأثرت سلبا لنتيجة وجود الخدمات بتاعت هذه المولات التجارية ناحيتها ولكن 99% من المدينة تأثرت ايجابا اسعار بتزيد ترافيق رايح لهذه المنطقة كمان لما المونوريل يشتغل لسا كنت اسألك سويدة هيزود الاسعار طبيعي جدا حضرتك النهاردة المونوريل بس بقيله شوية حاجات غير اللاين بتاعه والاعمدة بقيله الجراشات احنا محتاجين عدة جراشات متعددة الطوابق في اماكن كثيفة الازدحام بالسكان المناطق المعروفة يعني خلينا نقول زايد ليه النهاردة ست مداخل ولكن المتعرف عليه المدخلين واحد واثنين اللي بيطلوا على محور 26 يليو لازم يكون فيه جراشات متعددة الطوابق بحجم كبير عشان انا خلاص ما قداميش بديل اسيب عربيتي وانزل بالمونوريل اما لو ماكفيش جراشات فاناخل عربيتي وانزل مش يعني فلازم وهو ده مش اختيار يعني فطبعا ده هيؤثر بالاجاب اكتر واكتر الحاجة التانية احنا عندنا القطر السريع اللي هيجي من العالمين او من السخنة العالمين وده ماشي ببارلل تماما لخط سميد فبيقطع منطقة الحزام الأخضر تقريبا في حوط 5 او 6 هيكون قريب جدا من اكتوبر وزايد وليه محطات اعتقد فيه محطة او اتنين موجودين في المجاندة فبالتالي حتى وحنا راحين نصيف ممكن من استخدمش العربيات هيؤثر بالاجاب على تخفيف حركة او كسافة الانتقال على الطرق والزحمة هيأثر زمن الرحلة وبالتالي هيشجع الناس على الحركة اكتر واكتر انا بصراحة تشجعت خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل على 6 اكتوبر مشاهدين انا نخرج فاصل صغير ونرجع لكم على طول خليكم عين